وعقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين التقى رئيس الوزراء مصفى مدبولي رئيس شركة تشاينا انرجي كما أكد مدبولي تقدير الحكومة لحجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية بما فيها استثمارات شركة تشاينا انرجي معرباً عدد تطلع لمشاركة الشركة في عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر أهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها رغبة كبيرة في توطين صناعة التكنولوجيات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة لافتاً إلى أن مصر لديها خطة لإدخال طاقات متجددة تزيد عن 50 جيجا بحلول عام 2030 وتأمل في أن تنظر شركة تشاينا انرجي بجدية شديدة لفرص الدخول في هذه المشروعات بالشراكة مع مصر من جانبه أكد رئيسه شركة تشاينا انرجي أن الشركة ستكثف تعاونها مع كافة الأجهزة الحكومية بمصر لإنجاح المزيد من المشروعات في هذا المجل ترجمة نانسي قنقر